استمرار الانحباس المطري في الأسبوع الثاني من شهر 22 نوفمبر والأجوال مستقرة مستمرة معنا التفاصيل بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري في النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع الثاني من شهر 22 نوفمبر يتوقع أن تستمر الأجواء المستقرة تسيطر على المنطقة والمملكة بشكل عام ما سيؤدي بمشيط لا إلى استمرار تأثيرات الانحباس المطل والقطاع الأمطار عن المملكة التفاصيل تبدأ نبدأ هذه النشرة بيوم الأحدث تسود مملكة أجواء مستقرة في كافة المناطق درجات الحرارة تكون تقريبا حول 25 درجة مئوية في العاصمة عمان على سبيل المثال ترتفع إلى 31 درجة مئوية جنوبا في مدينة العقب يتزايد تأثير ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر خلال هذا الأسبوع الأمر الذي سيؤدي إلى نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية لا تغييرات جذرية على درجات الحرارة بشكل عام تبقى في حدود 25 درجة مئوية في ساعات النهار وتكون حول 14 درجة مئوية في ساعات الليل تقريبا هذه الرياح الجنوبية الشرقية عندما تنشط تزيد من الإحساس والبرودة خاصة في ساعات الليل وبالتالي قد نشعر بأن الأجواء في ساعات ليالي هذا الأسبوع تكون باردة خاصة أن هذه الرياح أيضا تكون جافة بوجه عام يوم الثلاثة أيضا كما نرحل لا تغييرات هامة على الحالة الجوية أجواء مشمسة في كافة المناطق ومستقرة رطيفة في ساعات النهار وخريفية الطابعة لكنها تكون مائلة لبرودة في ساعات الليل ويوم الأربعاء أيضا لا تغييرات هامة تظهر بعض الصحب والغيوم المتوسطة والعالية بشكل عام ويتزايد تأثيرات هذه الصحب والغيوم يوم الخميس التي تغطي أجزاء مختلفة من المناطق كما بقاء درجات الحالة تقريبا في ذات النطاق وخمسة وعشرين درجة مقوية لأربع عشر درجة مقوية في إربد وتكون في البادية الجنوبية من سبع عشرين إلى سبع عشر وفي البادية الشرقية من سبع عشر إلى أربع عشر درجة مقوية ونختم هذه النشر بيوم الجمعة إذا توقع أن يحدث تراجع على درجات الحالة بشكل لافت مع تعمق تأثير ما يسمى بمنخفض أرباح الأحمر المزيد من السحب والغيوم وتوقع أن تغطي أجزاء واسعة من المملكة أغلب هذه السحب من النوع غير المنطر درجة حارف في ساعة النهار 22 درجة مقوية وفي ساعات الليل 12 درجة مقوية هناك نشاط مرتقب للرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية هذا الأسبوع الأمر الذي سؤدي إلى زيادة واضحة في الإحساس والبرودة في ساعات الليل وسنشعر بأن التقس يتحول إلى بارد بشكل واضح في ساعة الليل في مناطق عدة وحتى في ساعة النهار يصبح التقس أكثر مائلا للبرودة مع نشاط في سرعة هذه الرياح إذن هذه كانت بمشيئة لا توقعاتنا الجوية لهذا الأسبوع الأسبوع الثاني من شهر تشرين ثاني شهر نوفمبر نسأل الله الغيث العاجل ونسأل الله أن يتصبح الخراءة والمؤشرات الجوية مليئة بالمنخفضات الجوية والحالات الجوية دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر